موسيقى مساء الفل طول الوقت بتحصل في حياتنا صدف صدف غريبة لا على البال ولا على الخاطر بتخلينا أحيانا نقف مستغربين ونقول يا سبحان الله مرة قابلني شاب بشكله محترم جد لابس شيك وقفني في الشارع كده ورح قيل لي أنا والله مش راحات بس ما حفظتي وقت مني ومحتاج فلوس أركب بيها عشان أروح صدقته وبعدها بكم شهر كنت مسافرة بالصدفة سكندرية لقيت نفس الولد ده نفس الشاب بيوقفني بيقولي نفس اللي ستوا أنا عرفت بعدين إن الموضوع ده متكرر وحصل مع ناس كتير ومن الصدف الغريبة اللي حد من زميلنا قبل كده حكيها لي إنه في مرة لقى واحد وقف محتاس بعربيته عطلانة على الدائري والدنيا ليل فوقف ونزل يساعده ما يعرفوش بعدها بكم أسبوع رايح انتروفيو بالصدفة ما قدم على شغل جديد لقى الراجل اللي ساعده ده هو المدير اللي هيختبره أو هيعمل معا الانتروفيو صدفة حاتم بطل قصة حقيقية النهاردة حصلت معاه هو كمان صدفة بس صدفة بجد وإحنا بنقرأ قصة ما صدقناش ولا كأنها فيلم لما راح يتقدم للبنت اللي بيحبها اكتشف حاجة غريبة جدا إيه اللي اكتشفوه؟ تعالوا نشوف حاتم بعد لنا يقول لنا ايه اسمي حاتم وعندي 34 سنة وحكايتي هي حكاية شاب مراهق بدأ مراقته وهو متصاحب على عيال بايزة كل واحد فيهم قرر انه يجرب حاجة غلط وعيب وكان المبرر اللي كلنا بنقوله النفسنا وقتها اننا من حقنا نجرب ما هو أكيد أهالينا اللي بيقولونا بلاش تعمله كذا وكذا كانوا بيعمله زينا لما كانوا في سننا وطبعا حب التجربة كان مبرر كان مبرر اللي الشيطان بيحل بيه الغلط والزنب على أساس انه مرة تفوت ولا حد يموت بس بعد كده اكتشفنا اننا مش عارفين بطل جربت السجير معرفتش أبطله جربت الحشيش وقعدت فترة مش عارف أبطله جربت صاحب بنات وعشمهم باسم الحب والارتباط وبعدين ضميري مات ما بقاش يأنبني مهما عياته ودعوا علي كنت بقولي نفسي ما فيش حد بيموت عشان قصة حب ما كملتش كلهم بياخدوا فترة وبعدين كل حاجة بترجع زي ما كانت عملت كل ده قبل ملاقي الإنسانة اللي حبتها وغيرت حياتي 180 درج خلتني أندم أندم على كل لحظة غلط عشتها كنت بدخل جروبات كتير على الفيسبوك من نوعية الجروبات اللي ناس بتنزل فيها مشاكل واسئلة تفهى وعبيتها عشان بس يلفتوا الانتباه زي مثلا واحدة بتسأل أعمل إيه عشان ابني تطلع عينه خضر فرد عليها بكومنت وقولها كلي برسيم كتير من باب السخافة أو واحدة بتقول اكتشفت أن جوزي مرتبط بواحدة تانية لما واجهته قالي أنا كنت عايز حنان فقولها بعد إذنك أنا عايز رقم حنان واكتشفت أن كومنتاتي بتعمل شغل بناك كتير بتدخل تعمل عليها react دحك طبعا أنا ما توصاش كنت بدخل أعمل آد لكل البنات اللي بتتفعل مع كومنتاتي ونبقى أصحاب وكل واحدة أعيش معها قصة شكل لحد ما في مرة وقعت مع واحدة في نهاية الأربعينات بس كانت جميلة قوي وشكلها أصغر من سنها بكتير كانت دماغها كبيرة وطريقة تفكيرها وكلامها غير كل البنات اللي عرفتوهم كانت دايما بتنصحني بشكل مختلف وعجبتني دماغها كانت حنينة قوي وجدعة قوي وأقول لها عندي مشكلة ومخنوق ما تسبنيش غير لما أهدى وأبقى بضحك وفي موت حالو كل شوية تبعتلي نكتة أو أغنية أو بتقولي فيهم كلمتين حلوين أو تتصل بي تقولي حسيت إنك متضايق ومش هسيبك غير وإنتك كويس لما تعرف إني مفلس أو محتاج فلوس عمرها ما تأخرت عني كان بتحولي فلوس على مكتب موبايلات جنب البيت وسعيد بتحولي رصيد كانت كريمة جدا معايا عرفت منها إنها أرملة من 13 سنة وعندها بنتين وأهل جزها كانوا طمعنين في ورثه عشان هو ما خلفش أولاد كانوا عايزين ياخدوا حاجات مش من حقهم بس هي وقفت لهم وكانت بميت راجل وربت البنتين أحسن تربين بس نسيت نفسها ونستها وما حسيتش إنها إنسانة من لحم ودم غير لما لقيتني باختصار عشت مع قصة حب وحسيت إن فرق السن بيني وبينها مش أزمة بالنسبة لي وهي كانت بتحبني قوي وموافقة تتجوزني بس أهلي بهدلوا الدنيا لما حكيت لهم حاولت تقنعهم بكل الطرق إن دي حياتي وأنا المسؤول عنها وإن المعترضين عليها دي عندها إمكانيات مادية كويسة هتخلينا نعيش مرتاحين ومش أتكلفني أي مصاريف في الجواز بس أمي وأبويا قالوا لي لو عملت كده لأنت ابننا ولا نعرفك وحاولوا يعرفوا مين الست دي عشان يروحوا لها ويعملوا مشكلة بس أنا خبيت عنهم أي تفاصيل عنها واللي خلاني أرجع عن قراري إن أمي جت لها جلطة بسببي المهمة صرحتها بكل اللي حصل وقلت لها للأسف مش هينفع وهي في البداية ما استسلمتش حاولت تشدني لها بس صدمتي وخوفي على أمي خلاني أشيل الموضوع من دماغي خالص مش بس كده أنا فعلاً اتغيرت وتوبت لربنا وبقيت أصلي الفرد بفرده في الجامعة لحد ما ربنا أكرمني بحد قريبنا كان طلع معيش وجايبوا عربية زي عشان يشتغل عليها بس حصلوا ظرف ظرف صحي وما بقاش قادر على السواء وكان عايز حد يشتغل عليها نظام تلت وتلتين وفعلاً خدت العربية منه واشتغلت عليها والدنيا مشيت معي وبقيت أكسب كويس وبعد فترة اشتغلت في شركة بقيت أشتغل صبح وليل عشان أتكون نفسي وحياتي تغيرت فوق ده كله لقيت أجمل حاجة حصلت في حياتي حبيبتي داليا اتعرفت عليها بعد ما عملت ريكواست ورجبت معايا في مار كلمة من هنا على كلمة من هنا بقينا صحاب وحستني بحلم ما كنتش مسدى إن فيه بنت أصلاً بالمواصفات دي أدب وأخلاق وجمال وزكاء ستايل وطموح كانت بنت ما فيهاش غلطة لدرجة أني حسيت وأنا معاها أني في الجن في يوم قالتلي أنا كلمت بماما عنك وعايزة تشوفك برا البيت فخروجة مش رسمية ونروح فيها النادي بتاعنا نتغدى مع بعض نتعرف عليك وهناك قابلت أسوأ صدفة وصدمة منكرة تخيلها في حياتي الستة الأرملة اللي كنت عايزة تجوزها طلعت مامتها الستة الأرملة اللي أنت كنت عايزة تجوزها طلعت مامتها أنا عايزة أقف عند الحتة دي وكلمت أهلك عليها طلعت مامة البنت اللي أنت حبيتها وعايز تتجوزها المفروض بقى أنت دلوقتي هتطلب إيد البنت دي اللي هي داليا اللي عيشتك في الجنة من مامتها حبيبتك اللي فاتت تعالوا نكمل أول ما شفت مامتها اتصمرت في مكاني وحسيت إن الدنيا بتلف بي وهي وشها قلب ميت لون بس حاولت تتملك عصابها وهي بتسلم علي وقعدت معي وكملت القعدة عادي وهي بتكلني بعنيها وأنا حاسس إني مبلول مش عارف أنطق بكلمة وتاية لغاية ما داليا قامت تجيب حاجة فمامتها قالتلي نجوم السماء أقرب لك من بنتي وزي ما أنت سمعت كلام أهلك وعرفت إنك تنساني اعتبر من دلوقتي إن بنتي نسيتك وموضوعك انتهى مش عارف ليه ساعتها لقيتني بقول لها بنتك عمرها ما تلاقي حدي يحبها قدي وبلشت خلي الهبل اللي كان بنا يؤثر على حياة بنتك وتكسري قلبها أنا دلوقتي إنسان تاني إنسان تاني خالص غير اللي انت تعرفيه وحتى في نسختي القديمة اللي عرفتيها كنت عجبك وشايفاني كويس وكنتي موافقة تتجوزيني إنسي الصفحة اللي فاتت خلينا نفتح صفحة جديدة أرجوكي بس هي قامت من مكانها وثبتني ومشيت خدت بنتها معاها والبنت مش فهمة في إيه حاولت بعدها أكلم داليا معرفتش موبايلات قفل ما بقاش يستقبل أي مكلمات أو رسائل حتى حسابتها على فيسبوك وإنستغرام هما كمان تقفلوا واختفت تماما من حياتي كنت هتجنن كنت هتجنن عشان أفهم مومتها قالت لها إيه وعملت إيه اضطريت أرائب بيتها من بعيد بس فضلت فترة مختفية وما بتنزلش ولما نزلت بعد أيام طويلة كانت مومتها مش بتفارقها وآخر ما يقست قررت أتكلم مع مومتها على انفراد وقبلتها بر وقلت لها إيه اللي انت بتعملي ده اللي بتعملي ده مش صح انت بتعاقبيني ولا بتعاقبي بنتك أنا وداليا بنحب بعض ولو هتمنعين من بعض تبقي كده بتأذيها وبتغذيها بزنب قصة قديمة انتهت خلاص وانت كنت شريكة فيها وبعدين إحنا كنا بنتصرف تصرف طيش والحمد للإن أنا ما حصلش بنا حاجة تخليني ما يفعش أتجوز بنتك أنا دلوقتي إنسان تاني خالص إنسان تاب من قبل ما يعرف بنتك ولما عرفها اتمسك بتوبته وأخلص في نيته وعمرك ما تلاقي حد يحباها قدي بلاش تخليني يا صراحة إنك رفضة جوازي منها عشان تنتقمي تنتقمي مني عشان ما تجوز تكيش لكن مامتها فعلاً دماغة حجر مش فارق معها أي كلام لدرجة إنها قالتلي اعمل اللي انت عايزه بس مستحيل أوافق إن بنتي تتجوزك ويوم ما هتقول لها أي حاجة ما هيكون آخر يوم في عمرك مش قادر أبعد عن أكتر إنسانة حبيتها في حياتي ومش عارف مامتها قارت لها إيه قارت لها إيه عني خلها تبعد وتختفي من حياتي بالسهولة دي خايف لو صرحت البنت وبعدت لها سكين شوتز من المحادثات اللي بيني وبين مامتها زمين والرسائل الصوتية اللي بصوت مامتها هبقى دمرت الدنيا قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة حاتم صدفة ها حتى وانا بقرقصة حتى وعبوصلها كده مش مصدقة حسني بجد بشوف فيلم يعني لولا إن الرسائل دي بتيجي على الواتساب وبتيجي على السوشيال ميديا بتاعتنا وفيها أرقام وفي ناس بتقول هويتها وناس لأ يعني ناس بتقول قسميها وناس لأ فاحنا معارفين برضو عشان ينفع نقولها ولا لأ بقى سامي وزي ما هم عايزين ما كنت هقول والله لأ يعني دي مش قصة حقيقة كنت هقول لأ دي بمتفابريكة أو حد بيهزر معانا أو البرنامج بيعمل كه عشان يجيب قصص لا مش مصدقة يعني القصة متتصدقش وبتحصل كل فينه أنا عامري بشوفت حد حصلت له حاجة دي بس السؤال هنا هل ينفع يتجاوز بنت واحدة كان عايز يتجاوزها قبل كده طب هل هو فعلا تاب طب هو بيحب البنت دي بجد من قلبه ولا هو بقى واخد الموضوع على الكرامته وكل ما الموضوع يبوز يتعقد أكتر هو بيعنت أكتر ويتمسك بالبنته وبتاعه وإيه لي ممكن يحصل لو فضلت الأمة مصممة على موقفها إن هي رفضة حيتم حيتم ممكن فعلا ينفس تهديده ويعرف حبيبته داليا دي بعلاقته القديمة مامتها يعني واحدة ممكن تسمع فويس نوت حب بتاعت مامتها لشاب أصغر منها وباباها متوفي ومامتها أرمالة وكده طب مامتها فعلا جد في تهديدها إن هي تقوله هيبقى آخر ينفع عمرك طب إيه الصح إيه الصح بعد اللي حصل لكله يمسك فيها ويتبت فيها عشان بيحبها ويحاول يقنع مامته مامة حبيبته بكل الطرق أنا ليس أعرف كمام موقف مامته إيه وبابا يعني أقعد تفكر كده في كل الأطراف والله خلاص بقى يصرف نظر ويعتبر إن اللي حصل حصل وإن دي كانت علامة إن الموضوع ما ينفعش لأ أسئلة كتير قوي أسئلة كتير قوي وعايز حد متخصص وحد يعرف فيه جاوبنا استنونا بعد الفاصل موسيقى موسيقى موسيقى